فربنا بقول الله ودود يعني محب لكم عطوف ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن منزي سلطان ما دام سلطاني باقيا الله وسلطاني لا ينفد أبدا يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب اوعى تفتقد تتعب يعني بجوارحك تتعب بقلبك وتنشغل به انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبذلك وكنت عندي محمودة وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأصلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد يا ابن آدم أنا لك محب أهي يدي بتعودت بها أنا لك فبحقي عليك كن لي محبا يا ابن آدم يا ابن آدم